تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبد الفتاح سيسي بجولة تفقدية للكليات الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات مسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة قوات مسلحة وصارح المتحدث الرسمي للرئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وقد شهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم بها الطلبة بأدائها بشكل يومي خلال تواجدهم بالكلية مما أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكليات الحربية من قدرات بدنية عالية حيث أشهد الرئيس السيسي بمشاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكليات الحربية كما التقى الرئيس السيسي بعدد من طلبة الكلية الحربية وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لإعرائهم واستفساراتهم المختلفة تجري مصر اتصالات المكثفة على مدار الساعة بغية احتواء الوضع في غزة وأكدت وزارة الخارجية أن الاتصالات تهدف إلى العمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية الجهود المصرية المبذولة لوقف القصف والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإجبار إسرائيل على وقف ممارساتها فورا محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الممارسات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وحملت الجامعة العربية سلطات الإسرائيلية كاملة المسؤولية عن هذه الممارسات وتدعياتها ودعت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الاعتداء وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأمبية ذات الصلة كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل وحمل البرلمان العربية سلطات الإسرائيلية تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة ودع البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والممارسات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأطفال والنساء وتوفير الحماية المدنية لهم وسط حجد جماهري ضخم وبعد توقفي استمر عامين انطلقت فعاليات مهرجان المصرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بالأسكندرية والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية يأتي ذلك في إطار جهود الدولة في إعداد برامج مميزة لأنشطة متعددة ومتنوعة تقام في مختلف أرجاء مصر تهدف إلى أعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان فضلا عن تكتيب الفعاليات في المناطق الساحلية نظرا لطبيعتها الجاذبة لجمهور من مختلف المحافظات وذلك سعيا للنشط التنوير وتحقيق العدالة الثقافية وتوصيل المنتج الثقافي للدولة إلى جميع أبناء الوطن ورياضيا حقق الزمالك انتصارا ثمينا على مضيفه الجنة بنتيجة أربعة واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة وذلك ضمن منافسة الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري ممتاز لكرة القدم واقترب الزمالك بهذا الفوز الكبير من التتويج بلقب الدوري ممتاز للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي وللموسم الثاني على التوالي ورفع الفوز الرصيد الزمالك إلى تسعة وستين نقطة ليعزز موقعه في صدارة جدول الدوري ممتاز بفارق عشر نقاط كاملة عن برامد صاحب المركز الثاني ختم مجاز التاسعة فاصل مرض لحظاتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر